السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بالدرس السابق تعلمنا عن F statement اليوم نحن نتعلم عن switch شي مشابه تقريبا شون نكتب شون نستخدمها أول شي نكتب الكلمة switch مثل كلمة تعريفية قواس curly brackets هذا الشكل العام لل switch داخل هذا curly brackets نخلي cases يعني نكتب case colon بعدين enter break بعدين نكررها مثلا مرة ثانية case بعدين break أوكي هذا الشكل العام وبعدنا مكامل طبعا لا يصير عندنا errors لان بعد ما خلي نفت شي بها نختبره هذا الشكل العام لل switch لاحظ عندك switch case break وبعد عندنا شغلات أيضا خلينا نعرف نفد رقم على سبيل المثال الآن نقول انتجار نم نم يساوي 0 نجي هنا نسوي switch لهذا النم يعني شنو يعني تشيك لهذا القيمة هل هي بالحالة الأولى أو بالحالة الثانية أو كذا مزين فالآن نبدأ مثلا ننطي هنا هنا مثلا نقول هنا خلا نقول الزيارة هنا هنا ونكتب مثلا عندما يصير هنا match شنو الكود اللي نريد أن يشتغل نكتب system dot out مثلا عسابي المثال print it is it is a zero it is a zero مثال بسيط طبعا حتى نشرحه لشنو تشتغل switch الآن مثلا هذا ما نحتاجه الفراغ هنا الكيس الثاني الحالة الثانية اللي تشيك على سبيل المثال نقول واحد نأتي هنا أيضا system it is a war هذا مثل بسيط الآن هذا البرنامج طبعا هاي ال switch هل هي الحالة الأولى أم هل هي الحالة الثانية نشوف نسوي run طبعا ننعرف ويهل حالة الأولى بس طبعا بكل بساطة هذا ممكن يصير user input ويصير اختبار يعني بس هسا نريد ننطي بعض ملحوظات أخرى عن عن ال switch statement لاحظ أنا بالcase كل case أتبعها بbreak ليش أتبعها بbreak هذا الbreak يفصل ما بين هذا الكيس وهذا الكيس يفصل ما بين هذا الكيس فلو أني هسا هذا اللي غيته لو هساني شرته طرعا ما راحش يلاحق لي comment أيضا للتذكير زيان هسا الآن هذا مفعال كأنه ما موجود بالنسبة للcompiler أو للبرنامج نسوي لها run لاحظ هذا الكود اشتغل وهذا الكود أيضا اشتغل شوف هذا it is a 0 it is a 1 و هسا لو مثلا اكرر لهذا بعد حالة ثالثة أنطي زيان اقول هنو اثنين زيان اخلي هنا it is 2 و أثوي run لاحظ أيضا بس الاثنين ليش لأنه لأنه هنا من صار المatch هنو عندي هذا الكود جوه جوه هاي الكيس كله يشتغل إلى أن يصل إلى break إلى أن يصل إلى break هذا الحالة زيان فهذا فاعلة break هنا زيان هساني اختصارا للمجال أقعد بعض شغلة أسعرسة بمثال لو بدلت هذا الرقم إلى خنقل أربعة أو خنسة و سويلة run شوف ماكو output لأن ما عندي match فسان حبدل هاي الحالة الأخيرة أكتب شوف لا كل شو ما أخلي هنا بس هخلي default يعني ما أخلي رقموا إياها default هاي الـ default مثل الـ else بالـ if else if else if else هال كل الحالات البقية حتسيق حتخلي هذي الكود يصير run طبعتنا نبدلها مو it is مثلا نكتب it is any other number هسا إذا نسوي إلى run يعني هي سالان لا هي الصفر لا هي الواحد هي أي رقم ثاني هذا معنات الكلام زين لاحظ هنا عندي default نفس الشي يعني مجرد هنا ما أخلي بعض يعني واحد أو صفر لكل البقية بس أنتك ملحوظة يجوز أنت تشوف في بعض البرامج هذا الـ break ماكو هذا إلى نفس التأثير لو هذا default كان ليفوك يعني هساني لو ساعد هذا default ليفوك بس تنتبه يعني default هم تحتاج الـ default هم تحتاج break statement لاحظة الآن إذا أشغل it is any number والوراهم run إلى حد الـ break الأول فهنا لازم تنتبه أنه حد الدفاق بس احتمالي أنه بالأخير أحيانا ما تشوف الـ break لأن بعض ما إلى تأثير واضح